هذا وبالعودة للحديث عن الزيارة التي قادة وزير الصناعة والمناجم وكذلك رئيس منتدى رؤساء المؤسسة الأفسيو علي حداد والعديد من رجال الأعمال في الجزائر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وما راجى من إشاعات وكلام كثير في مواقع التواصل الاجتماعي وما روجته القناة الأمريكية المحلية حول استثمار الجزائر لمائتين وستين مليار دولار بالمدينة الصناعية الأمريكية ديترويث سعيد باستضافة السيد معمر جلال سيراندي العضو والمندوب منتدى رؤساء المؤسسات بولاية تيبازا مسأك سعيد ومسأك سعيد إذن أهلا بك ربما عدت يوم أمس من هذه الزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من الإشاعات ربما حامت حول هذه الزيارة أنتم رفقتم وزير الصناعة والمناجم سيد عبدالسلام بوشوار برفقة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حدد والعديد من الرجال للمال والأعمال في الجزائر هذه الزيارة ربما زيارة شراكة بين الولايات المتحدة والجزائر كما قال سيد الوزير من أجل تنويع الاقتصاد الوطني لكن هذه القناة الأمريكية ربما كانت لديها خرجة وهي أن الجزائر ستستثمر ما قيمته 260 مليار دولار لكن كما تبعنا الآن الوزير كذب كل هذه الإشاعات نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين يقول الله تعالى إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا معانتها قبل ما نخرج هذه الإشاعات وقبل ما نبدأ الإنسان تبدأ تلبس في الهضراء وتبدأ أقدر يجب أن نتبين هي في حقيقة الأمر لما كنا في ديترويت يعني جاء يعني في الكون في رونستانا جاء يعني يعني رئيس بلدية ديترويت رفقة رئيس بلدية ميشيغان عرضوا علينا هذا الأمر هما قالوا بأنه في 2008 بعد الإعصار وبعد ما كان يعني تدهور في المدينة الصناعية أفلست أفلست لم يكن هناك لا مصانع ولا مستشفيات ولا مدارس ولا شيء الناس يعني أخذت بالنزوح إلى مدن أخرى كبيرة كواشنطن وصن فرانسيسكول وصن جلس إلى غير ذلك في هذا الأمر يعني هم كانوا يفضلون بما أننا كنا متوجدين يعني كانوا حوالي 72 رجل أعمال أنه ما دمرنا نحن هنا في ديترويت ما دبنا لو كانوا نستثمروا عندهم لكن احنا احنا أصل والتام دوست فيزيت سيتي دوين بزنس إن ألجيريا معنى تها يعني فردو بزنس إن ألجيريا نو نحن باري بإكسپلواتي بو فرامني دي زمد أفر أمريكا و بالضبط إذا تكلمنا عن ديترويت يعني كنا نود ونتمنى لو أن بما أن نتواجد يعني الفرنسيين وبالطبع يعني تليها المؤسسة الأسيوية للمصانع السيارات تقام هنا في الجزائر كنا مدى بنا والحمد لله يعني نحن نعرف أن إذن كل ما راجع في مواقع التواصل الاجتماعي في هذه القناة الأمريكية المحلية ربما الآن وزير الصناعة قال أنه هذا كذب وليس له أي أساس من الصحة حيث أن هذه الزيارة تتمحور ربما حول استفادة الجزائر من التكنولوجيا الصناعية وكيفية يعني عمل رجال الأعمال الجزائريين على ربما تحويل هذه التكنولوجيا إلى الجزائر بالطبع هذا الخبر غير صحيح إطلاقا بالعكس نحن ذهبنا من أجل استقطاب من جهة الشراكة التكنولوجيا لصفور إلى الفورماشيون نحن كنا حبين باش نقنع رجال الأعمال سواء الأمريكيين ذو الجنسية الأمريكية أو الأمريكيين ذو الجنسية الجزائرية بسفتهم كجزائريين لقدروا يستثمروا هنا بطريقة مباشرة أو بيانسور لزنف استيسور أمريكا دائما بنظام الشراكة القائم على 51% للشريك الجزائري 49% للشريك الأجنبي إضافة إلى هذا كان قدم مدير العام لندي لمحة عن إذا كنتم تشوفوا بأن 51% 49% يعني ما تليقش بكم كاين أمور كثيرة مثل مثلا الاستفادة من مثلا تيفيا 10% وكذلك 5% لدوان لدروات دوان كانت تسهيلات حتى تسهيلات البنكية حتى تسهيلات للاستثمار الجمهور الضريبية إضافة إلى هذا كان عندنا كذلك كانوا قاموا بتفسير أنه لمن دفر إيسي أون الجيغي ألي بوكو مون شير كون أمريك لكن ربما سيد معمر جلال سيراندي أنت كنت في هذه الزيارة ورفقت سيد علي حدد وكذلك وزير صناعة والمناجم ربما لماذا هذه الإشاعات التي راجت في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل رهيب خلال الساعات القليلة الماضية والقول بأن رجال أعمال الآن الجزائريين يريدون أن يستثمروا ما قيمته ميتين وستين مليار دولار في الحقيقة نحن نعلم أنو الأمريكيين تكلمون الإنجليز نحن نحن نعلم الإنجليز بس جس لتل سيد نعطونا دي كاسك مليار دولار مليار دولار فرانسي نحن نعطونا فرانسي نحن نعطونا سوف يقول هنا مليار دولار في الحقيقة يعني كلام تكلم به وأراده يعني رئيس بلدية ديترويت الذي حول من طرفين المترجمين بأن الجزائريين هم الذين أرادوا الاستثمار الخطأ كان في الترجمة الخطأ في الترجمة أولا يصرح معالي الوزير بأي شيء من هذا القبيل وبالحديث دائما عن هذه الزيارة وأنتم عضو في الـ تم تنصيب من دوبين واحد عن ولاية واشنطن والآخر عن مدينة لوس أنجلس نعم وتحدثنا ربما عن التنصيب هي في الحقيقة في الـ هناك أناس لديهم علاقات خاصة مع أناس في الأمريكان وهذه الناس هم يعني رؤساء مؤسسات يعني تقدموا متطوعين وتقدم بتنصيبهم السيد الرئيس علي حداد من أجل يعني ضبط العلاقات وتسهيل يعني الشراكة وتقديم يد المساعدة بالنسبة لرؤساء المؤسسات الجزائريين في استقطاب والتفاهم وقيام نظام شراكة مع يعني نوكوليغ أمريكا هم هنا متطوعين هم رجال أعمال أصول جزائرية متواجدون هناك منذ عشرين خمسة وعشرين سنة يعني محبهم للوطن يعني تقدمهم متطوعين والحمد لله يعني هنا تنصيب الأفسيو مكاتب في دبي في اسطنبول في فرنسا في مدريد في إنجليترا والآن يعني بالنسبة لأمريكا يعني من دبي إذن ربما النقطة المهمة التي يجب على كل الشعب على كل المشاهدين معرفتها أنه لا حقيقة لهذا الكلام المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي واستثمار الجزائر لهذا المبلغ الضخم جدا لكن ربما هذه الزيارة جاءت لربما الكشف عن إمكانيات الشراكة ثنائية بين الولايات المتحدة والجزائر خاصة ربما فرص الاستثمار الحقيقية التي تتيحها الجزائر في العديد من المجالات كما تحدثت خاصة في المجال الصناع الميكانيكية نعم بالطبع نحن المراد وخاصة إذا كلمنا عن ديتورويت لكي نكذب هذه المقالة التي نكذبها يعني هنا في هذه المدينة بالدات كان شأن الجزائريين استقطاب المصانع الميكانيكية خاصة فورد وجنيرال موتورز نعم شكرا لك سيد معمر جلال سيراندي عضو ومندوب منتدى رؤساء المؤسسات بولاية تيبازا شكرا على كل هذه تفاصيل ولك ولك جزي الشكر شكرا لك شكرا لك